اكتملت أضلاع المربع الذهبي لكأس الأمم الإفريقية بوصول منتخبات مصر والكاميرون والسنغال وبوركينا فاسو إلى نصف نهاء البطولة المقامة حاليا حيث تتنافس المنتخبات الأربعة على الظفر بالأميرة الإفريقية في هذه النسخة الاستثنائية ويلعب منتخب مصر مع الكاميرون صاحب الأرض والتنظيم فيما يواجه السنغال منتخب بوركينا فاسو قبل أن يصعد الفائز من كل مباراة إلى اللقاء النهائي الذي سيقام الأحد المقبل في العاصمة يويندي وتمتلك منتخبات المربع الذهبي في جعبتها 12 لقبا قاريا حيث يعد المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد سبعة ألقاب يأتي بعده منتخب الكاميرون برصيد خمسة ألقاب فيما لم يسبق للمنتخبين السنغالي أو البركينابي تذوق طعم الانتصار باللقب القاري ويعد المنتخب المصري الممثل الوحيد للمنتخبات العربية في نصف النهائي وهو الأكثر ظهورا في المربع الذهبي في تاريخ البطولة بعد تأهله لهذا الدور للمرة السادسة عشر في تاريخه وحيث ظهروا في النصف النهائي في أول عشر مشاركات ما بين عام 1957 و 1986 وبعد ذلك تأهلوا ست مرات في بطولات 1998 و 2006 و 2008 و 2010 و 2017 ثم 2021 وبلغ منتخب الكاميرون الدور النصف النهائي للمرة العاشرة في تاريخه بينما تأهل منتخب بوركينا فاسو لربع مرة في تاريخه للمربع الذهبي في أعوام بعد 1998 و 2013 و 2017 وللمرة الثالثة على حساب تونس بعد نسختين 98 و 2017 فيما يتواجد السنغال في المربع الذهبي للمرة السادسة في تاريخه والثانية تواليا بعدما تواجد في الدور ذاته في بطولة 2019 ترجمة نانسي قنقر